فاكرين أنعش ذاكرة حضراتكم وذاكرتي معكم لما سيادت الرئيس تكلم أكتر من مرة على الوزن فاكرين تكلم على الوزن والسمنة والناس تخس تكلم كتير جداً رئيس على هذا الموضوع في ناس محترمة وبفهمه مجردين خدوا كلام الرئيس على محمله وفي سياقه واشتغلوا عليه وفي ناس خدوا الموضوع يعني هو الرئيس هيتدخل كمان في أوزن الناس هو الرئيس هيتدخل كمان في السمنة والنحافة هو الرئيس هيتدخل كمان في الناس يقول له بلاش نتخنوا وقال للزباط شرطة وازنوكم محافظة على وازنوكم بلاش سجاير فاكرين أنا بفكركم وبتكلم دون اقتطاع ودون اجتزاء ودون خجل لأنه ده موجود على سوشيال ميديا يا جماعة وإحنا البرنامج هنا بنتكلم بمنتهى الوضوء والشفافية وليس لدينا خطوط حمراء إلا الأمن القومي والخطوط الحمراء إلا الحقيقة فقط الحقيقة بقول تابعنا بالتأكيد وحضرت تابعكم الناس كلها تابعت هو الكوميكسات اللي اتعاملت والسخرية اللي اتعاملت والترياء اللي اتعاملت وقالة الزوء اللي اتعاملت على أمر بيراه رأس الدولة أنه مرتبط ارتباط وطيق بصحة المصريين ومرتبط صحة المصريين بالأمن القومي المصري الرئيس بتكلم على السمنة مرض السمنة أزمة تكلم على النحاف تكلم على الأمراض السرية تكلم على بتكلم علىها لأن صحة المصريين مجموع صحة المصريين خاص الجمع صحة المصريين هي صحة الدولة المصريين واحنا مش عايزين زيما نكونون نكلم صحة المصريين في خطر عندنا فيروس سي عندنا سرطانات عندنا عندنا فالشاكولوي لما نيجي ننتبه لصحة المصريين فالناس مش الناس المصريين العاديين لا بيجي لهم من برة وافد كده شيطان يقول لهم شايفين بيتكلم على صحة المصريين شايفين بيتكلم على السمنة شايفين شايفين فالناس تدقى تبص مش داكن حاصل يا ريت لو كان الوقت بس بدري كان زميلي جابولي كيف تحدث الرئيس عن صحة المصريين كيف تحدث الرئيس عن مقاومة السمنة ورفضه ونصيحه الصادقة كمسؤول فاهم واعي وكأب صحة المصريين وقلناها في حينها يعني قلتها في حينها وتكلمت وشرحت السياق العام الذي يقصده السادة الرئيس والرئيس شرح أكتر من مرة وهدفه الأساسي أن احنا نضبط صحة المصريين نحافظ على صحة المصريين نستدعي صحة المصريين ضد السمنة قلناها ونالنا ما نالنا من هذه الألسنة الحداد النهاردة وقع في يدي هذا الخبر خبر رائع جدا حقيقة رئيس الوزراء البريطاني كيرس تارمر قال إيه النهاردة قال الوزن الزائد المنتشر في المجتمع البريطاني خاطر على الأمن القوم البريطاني ودع المجتمع البريطاني إلى تناول أدوية إنقاص الوزن حتى نعزز الاقتصاد البريطاني فاتلي يا ابني لو سمحت أهو أهو شايفين كيرس تارمر بيقول إنه الوزن تخفيف الوزن أدوية تخفيف الوزن ويعققير تخفيف الوزن دي هتساعد الاقتصاد البريطاني قدام حضرتك ده بلومبرج مش أنا أهو تخيل تخيل لو جيت كده قلت أو الأهرام أو أنا قلت الرئيس عبدالفتاح السيسي دي يقول إنه تخفيف الوزن تناولوا تناولوا أدوية تخفيف الوزن حتى تدعموا الاقتصاد المصري تخيل معايا بقى تخيل معايا كان هيقوله إيه تخيل الديني دماغك كده كان هيقوله إيه إخواننا البعدة وكمان الإخواننا اللي مش فاهمين وإخواننا اللي غير مجردين وغيره كان هيقوله إيه أهو رئيس وزراء بريطانيا يدعو الشعب البريطاني إلى تناول أدوية تخصيص الوزن وتخفيف الوزن دعماً للاقتصاد البريطاني حياتكلم بيقول عشان الموظف يبقى نشيط في العمل لازم وزنه الخيس اللي مش لقي شغل بيقول اللي مش لقي شغل الناس اللي عندهم بطالة الناس اللي عندوش فرصة عمل عشان تلاقي فرصة عمل خفف وزنك خفف وزنك ده مين اللي بيقول رئيس الحكومة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني بيكلم بيقول إنه هذا مهم للغاية بالنسبة إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لأنه كما قلت كما قلت مراراً تكراراً نعم نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال لهئة الخدمات الصحية الوطنية ولكن يتعين علينا التفكير بشكل مختلف بقول إحنا عايزين فلوس عشان المنظومة الصحية لكن عشان أقلل العبء على المنظومة الصحية لنستخفف وزنها بيقول كمان سيكون هذا العقار مفيداً للغاية لمن يرغبون في إنقاص أوزنهم ويحتاجون إلى إنقاص الوزن وهو من الأهمية بمكان للاقتصاد حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل بقول هذه الأدوية بقولوا خد أدوية يمكن أن تكون مهمة للغاية لإقتصادنا ولصحتنا وأشار لأن أدوية المعالجة للسنة يمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد وزير الصحة بقى بيخترح وزير الصحة البريطاني حقن العاطلين بحقن عشان يخسوا تخيل لو طلع الدكتور خلال عبدالغفار وقال يا جماعة الناس اللي معندهمش شغل المتعاطلين يخضوا حقن لتخيل تخيل ده رئيس وزراء بريطانيا وزير الصحة بيتكلموا على السمنة بيقول إنه السمنة بتؤثر سلباً على الاقتصاد بيقول لناس خسوا عشان نساعد الاقتصاد خسوا عشان نساعد نخفف الضغط على المنظومة الصحية خسوا علشان خاطر تلاقوا شغل خسوا علشان خاطر تقدر تبقى نقيق فعملك وزير الصحة بيقول يدعو الناس اللي هما عندهم شغل إلى إنه هما يخضوا حقن لتخفيف الوزن يعني أعتقد إنه هذا الموضوع اختراح وزير الصحة في الوقت اللي أعلنت فيه الحكومة عن استثمارات بقيمة 279 مليون جنيه سترليني من إحدى الشركات لإضافة لإنتاج أدوية لتخسيس المواطنين لبرطانيا دا كان موضوع مهم جدا وإن شاء الله أرجع له أرجع له بالتفصيل لكن الحقيقة أنا بفتكر دلوقتي كلام الرئيس هنا تحدث الرئيس وهنا تكلم الرئيس تاد النقطة قدام حضراتك الرئيس سيسي عن توصيته بالاهتمام بالوزن حجم النكت في الموضوع ده مش طبيع مش نقولت لكم الرئيس قاله وزن الناس بقى سخرية وتريها امتى هزي الكلام قال لي انت يا سرط فين الكلام دي يا جماعة مش شايف تاريخي ستة وعشرين ديسمبر الفين وتمانتاشر تمنتاشر وتسعتاشر وعشرين واحد وعشرين دين وعشرين تلاتة عشر وعشرين من سبع سنين من سبع سنين الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الوزن الزائد وخطورته على الصحة وخطورة ذلك على الاقتصاد من سبع سنين او تمان سنين تحدث عنه الرئيس انا فاكر كويس واتكلمت عليه وتم وشفت التناول والنكات والسخرية والترياءة وغيره لكن هكذا هم المصلحين النهاردة رئيس وزراء بريطانيا بيتكلم متأخر عننا سبع ثمان سنين عايزكم تشوفوا المجتمع البريطاني يعمل ايه مع رئيس وزراء فين حد ينكت حد صخر حد الترياء حد يعمل كوميكسات وزر الصحة خد كلام الرئيس الوزراء وعمل اختراح كل اللي ما بيشتغلش ياخد حقا تخسيس تخيل لو عملها خاند عبدالغفار تخيل تخيل ما كناش هنخلص تخيل لو احنا قلنا موضوع الحقا وموضوع التخسيس انا النهاردة يعني عارف انا بعد ما بخلص حلا بلقش تايم والكتاب بتخش على اي بسط عندي ويعملوا يا الله يا الله يعني بقول لهم هلوم وقولهم زودوا قرينا انا بدخط على السنات واحنا عديد لكن عموما للناس مش هنعمل حاج لو استمعنا للمعارضين واللي بيتكلموا واللي ما عندهمش وقت اللي يفكروا مش هنعمل حاج لا هنروح ولا هنيجي وانا عارف الموضوعات دي يعني موضوع الوزن وموضوع البريطانيا وهي بتعمل كلام ده كله الطبيعي ان انا عارف بعد ما بقول حلقة هلاقي شتايم وهلاقي سخرية وهلاقي برضو في ناس على فكرة موجودين في مصر في ناس موجودين في مصر وزميلنا برضو ممتع ضيد هو مش عاجبه هو مش مش عاجبه الكلام بتاعي ولا عاجبه نشأة ولا عاجبه شكل لا 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 هو كده ممطعد فبيحاول يجيب اي حاجة الاطش وناس كتير جدا بقول لهم يعني حسب يا الله ونعم الوكيل لان انا هنا لا نقول الا الحق الا الحقيقة هنا لا نقول وقلت مبارع عز الكلام وبكرره تاني لكن كل من يتطاون وكل من يسب وكل من يشتم وكل من يلوي عنق الحقيقة وكل واحد به يلحن في القول بقول حسب يا الله ونعم الوكيل حسب يا الله ونعم الوكيل عموما انا دي لقطة مهمة جدا ارجوكم وهنرجع لها دائم ان شاء الله بشكل موسع اجيب كل اللي قال له الرئيس عن السمة كل اللي قال له الرئيس عن الوزن الزائد وهجيب برضو هجيب لكم الناس ازاي صخرت ونتريقت وعملنوكت بشكل مش طبيعي وشوفوا بريطانيا لما حصل في بريطانيا دولة كبيرة دولة الناس عارفين انه مستقبلهم الحكومة بتديره ازاي شوفوا هناك رد الفعل البريطاني وعايزة قارن بديه رغم انه خبر يبدو بسيطا لكنه مهم بيبين ادارة الدول عامل ازاي الرؤية عامل ازاي تعامل الشعب والمجتمع مع قضايات ازاي تعامل النخبة المثقفة والاعلام ازاي كم واحد خاف يتكلم في الموضوع كم واحد بيتكلم في الموضوع اهو مش مقتنع ليه؟ لانه مش عميق ما اراش لو ارى يعني ايه؟ حاصل جمع صحة المصريين عشان الامة تواجه التعديات الرئيس اتدخل فيه قبل كده فاكر تخزيط الاطفال عشان ادي اوزع تخزيط الاطفال اللي عنده انيميا واللي عنده اه تقزم واللي عنده سيمنا عشان دول السروة الحقيقية بتاعتنا وده مشروع بداية اللي وزارة الصحة والدولة شغالة فيه للتنمية البشارية الحقيقية ولان احنا كجيل خلاص اللي حصل حصل والاجيل اللي تحتنا كمان اللي حصل حصل احنا بنتكلم على الجيل زيرو النهاردة اللي هو اللي هيتولد دلوقتي عشان بعد ست سنين هو ده السروة الحقيقية اللي نهتم بيها خلال هذه المرحلة اشتركوا في القناة